بين من يرى أن فرنسا تعيش حالة من الشعبوية ومن يجزم أنها انقسمت إلى قسمين لا ثالثة لهما هما السواد والصفرة ومن لا يرى في كل ما يحصل غير فشة خلق لن تدوم أكثر من سبت خامس إضافي لابد من ملاحظة عدم الثقة بين الرئيس الفرنسي وشعبه فإن مانوال ماكرون لم يلتقط أو ربما لا يريد أن يلتقط إشارة الناس خاطبهم بكل شيء إلا فيما يطالبون به أطلق وعودا غير محددة لا في موعد التطبيق ولا في الكيفية ولا في التمويل والأهم لم يرشق أصحاب الثروات الكبرى أساس افتراش الناس الشوارع ولو بوردة رفض الغضبون الصفر عروض رئيسهم لم يعد خفض أسعار الوقود أو تحسين القدرة الشرائية من أبرز مطالبهم رأس ماكرون بات هو المطلوب سياسة رئيس الأثرياء كما يصفونه هي التي يجب تغييرها وهذا سيكون عنوان السبت الخامس للاحتجاجات ضاقت الأبواب أمام الرئيس الشاب هل يلجأ إلى تغيير حكومي؟ أو ربما إلى حل البرلمان؟ وهل يملك أصلا خيارات تلب الناس وطموحاته بالاستمرار في الرئاسة على حد سواء؟ أثابت أن أصحاب السطرات الصفر قرروا استباق الرئيس عبر محاصرته أوروبيا وها هم يعلنون عزمهم على تأليف لائحة لخوض انتخابات الاتحاد الأوروبي وهذا ما يؤشر إلى استكمال محاصرة ماكرون من الداخل إلى الخارج عبر تعرية مشروع قائم على إنهاء ما يسمى الدولة الراعية في المؤتمر الذي ترجلت فيه أنجيلا ميركل عن رئاسة حزبها بعد ثمانية عشر عاماً ترح الكثير من علامات الاستفهام حول القلق الذي بدأ يأكل القارة العجوز لناحية ما سماه بعض المشاركين بالصعوبات الخطرة التي تمر بها فرنسا صعوبات تترقبها باهتمام بالغ السحافة الأوروبية التي تتحدث كبرياتها في كل من سويسرا وألمانيا وبلجيكا وأسبانيا عما سمته كابوسا ماكرون والتمدد الأصفر